أما جامعة تانية واللي هتنافس في مطش النهاردة للحصول على أول ثلاث ناطلية من وجه بحري نحب كلنا بجامعة دميات جامعة دميات في عام 2007 صدر القرار الجمهوري رقم 276 بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدميات وفي شهر يوليو عام 2012 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دميات ومقرها مدينة دميات الجديدة تضم جامعة دميات 13 كليا منها كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم والفنون التطبيقية والزراعة والتجارة والآداب حمس الجامعة دميات في مطش النهاردة 8 طلاب حيبتدي منه 4 يمكن الحلقة اللي فاتت كنا متوترين زيادة عن الجزوم إن شاء الله بإذن الله الحلقة دي هنحاول نكون أهدى لأن التوتر قصر عينة جدا والتصرع كمان كان من نقض ضعفنا وبإذن الله نكسب المطش ده والمطش الجاي عشان نتأهل أنا سعيد بالأداء اللي أنا قدمته المطش اللي فات واللي عن طريق قدر تساهم في تطوير الكرة وعن طريق مبادرة البنك الأهلي وبتمنى إننا نقدم أداء أفضل من كلا كمان المرة دي وسام أكتر وأكتر في تطوير الكرة إحنا ما توفقناش الحلقة اللي فاتت بس إحنا استعدنا أكتر للحلقة دي إن شاء الله جايين ووصقيني المطش ده والمطش الجايين إحنا هنعمل أداء أحسن إن شاء الله نتأهل لدور التمانية المطش بتاع النهاردة ممكن يكون صعب شوي علينا خصوصا إن إحنا ما كسبناش المطش اللي فات أو ما كانش فيه توفيق آي نعمك عندنا بعض الأخطاء كده بس الحمد لله اشتغلها عنا سينا كويس جدا إن إحنا نتفداها علشان نحاول إن شاء الله نتأهل لدور التمانية جامعة الدميات الحمد لله على السلامة الله يسلام الله إيه يا عشام اللي حصل مطش اللي فات؟ مبدأين انتخدت بس بلاير فإدي حاجة حلوة بكام نقطة؟ ستين نقطة نحييه كلنا يا شام حسن أفضل اللعب المطش اللي فات بالرغم من إن أسيوت كسبت مية خمسة وخمسين مية وعشر إيه رأيك يا عشام؟ إيه اللي حصل في المطش اللي فات؟ والله إحنا كنا بغدقين كويس وكان الموضوع ماشي وبعدين حصل لنا دروب في السقة لما أسيوت قدروا يخطفوا مننا فكرة عجلة الحظ وضربات الجزاء فحصل زي ما يكون كده ضغط نفسي فحصل لنا دروب إن شاء الله نقدر نعوضه النهاردة المجموعة تعقدت بالنسبة لكم نحتاجين تركزوا أكيد أكيد لازم نركز النهاردة باش مهندس إيشام أنت فهندسة كهرباء قولي بتفكر إزاي في مستقبلك؟ إيه بفكر لما أتخرج أكون أكون لنفسي كارير ناجح وأكون مميز يعني في المجال اللي أنا فيه إن شاء الله إنت مهتم بالرياضة؟ بالرياضة بالكرة تحديدا قولي بتفكر إزاي عايز تتشغل في إعداد برنامج ريادي؟ وممكن مثلاً كتب رياضيقة أقل في كتب رياضيقة مثلاً أي حاجة لها علاقة بالمجال ده يعني لأننا نحاها بالمجال إيشام بتمنى لك كل التوفيق منا وقلاء وزياد برحب بيكو هنتكلم مع بعض ووسط الحلقة إن شاء الله كلنا الحقي جامعة دوميات